سلام عليكم خوتي اشتركوا بخير معكم أخوكم دائما من قناة برون دي ست أخبث عن اليوم خوتي أولي فرح أصحاب بوصفر أخبار جديدة اليوم خوتي سأجبت لكم جديد وكذلك خوتي أصحاب الألبياء أصحاب مسرقين أصحاب سيدر راس العين و سيدة الشعمية خوتي سأقدم لكم بعض الأخبار في الجريدة الرسمية سأتلاقوا الرابط في صندوق الوصف وخوتي بلدية تغزود سأتلاقوا تاني خوتي وكذلك خوتي أصحاب راس العين و سيدة الشحمية سأرى ولي وهران واشقال على صحاب الطعون وصحاب تليلات وكذلك مدير الدوان و السير العقاري لولاية وهران واشقال على ترحيل صحاب راس العين وصحاب سيدة الشحمية فهذا خوتي لا تستطيعون دعمنا باللايك خوتي واشتراك في القناة والناس الذين يمشون مشتركة والدعم لكم خوتي ترجعوني دائما باش نتقدم لكم أجديد فلهذا خوتي بلا منطول عليكم على فيديو خلي راح يشوفوا الأخبار سلام عليكم خوتي كما قلت لكم أول خبر معنا خوتي ولي هم ناس حاب مرسى كبير بوصفر سكنية ببوصفر خمسمائة وحدة سكنية ببوصفر واثنين وثلاثين بمرسى كبير جاهزة للتوزيع خوتي هذا يمكن يكون تعبليمي نوفمبر فلهذا خوتي راح نقدم لكم منها الأخبار هذه المفترقة يعني هذه الأخبار تها الجديدة وكذلك خوتي راح نشوفه ولي واران وكذلك رئيس الديوان واتسية العقاري بولاية واران واشقاله على الطوعون تعال 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 راح نقراكم المقال برك على عجالة ونذهب للأخبار الأخرى بول حاجة الأول والذي تخص ناس بصفر مرصى الكبير خمسمائة وحدة ساكنية ببصفر واثنين وثلاثون بمرصى الكبير جاهزة للتوزيع 500 وحدة ساكنية ببصفر واثنين وثلاثون بمرصى كبير جاهزة للتوزيع واش رايقون الخبر خارجة ميدانية لليجان المراقبة لطهير القوائم المستفيدين قبل نشرها قد مقبل اتكبر شيء السورة بركوتي سيتم خلال أيام القادلة المقبلة الإفراج عن قائمة السكن الخاصة بخمسمائة مسكن ببلدية بوصفر و32 وحدة بمرصة كبيرة حسب ما أشارت إليه مصادر المطلعة على أن تتم عملية التوزيع الشهر الهالي الذي تتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال والشباب بخوتي بلومين وظوم كما قلتكم وسيعتارف المواطنين هنا بدائرة عينو ترك والتحديد ببلدية بورصة بوصفر والمرصة الكبيرة على أسماء المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي الخاص بخمسمائة وحدة ببوصفر و32 وحدة بمرصة الكبيرة هذا خلال أيام القاللة المقبلة على أن تتم عملية التوزيع الشهر المقبلة تزامنا مع الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب حيث أكدت مصادر المطلعة أنه قد تتم الإنشاء بشكل تام من الأشغال وقام ديوان الترقية والتسيير العقاري رفقة المؤسسة الوطنية للتوزيع الغاز وكهرباء سونغاز مؤسسة المياه والتطهير سيور بزيارة ميدانية إلى موقع السكنات لتأكد من الجهزية التامة لمختلف شبكات من أجل تسليمها للمواطنين وفق تعليمات صارمة إلى والي الولاية السيد سعيد سعيد ثم التقرير عملية التسليم بداية من شهر نوفمبر يعني تسليم يكون في شهر نوفمبر بالنسبة للوحدات الجاهزة التي تتكون معها كذلك 500 وحدة بالعنصر التي انتهت الأشغال بها كذلك الانتهاء من الربط بشبكة الكهرباء والغاز وهذا خلطي تعقب يعني دعي الغاز يدخلون الغاز والضوء وهذا قد تم الانتهاء من الربط الخاص بشبكة الكهرباء والغاز يعني الأشغال خلطي للغاز والمياه بشكل تام مع مراقبة ماذا جاهزيت جاهزيتها وأمنها وأكد ذات المصادر أنه قد تم تحديد المواقع لإنشاء قرع للبلدية ومكتتبين للمؤسسات المياه والتطهير ومكتب للبريد وهذا لتكون الأحياء السكنية الجديدة متكاملة بنسبة 100% بينما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تتم الخرجات ميدانية مكثفة إلى مختلف المناطق للتأكيد من أحقية المستفيدين الذين سترى أسماؤهم بالقوائم يعني خاتدهم لهم لجنة تخرج لهم خاتد رحي خرج لهم بالقوائم من قبل لجان مختصة ولم وتم التجديد على ضرورة التحرر تحري الضقة والأخذ بعين الأتبار كل المعايير القانونية الخاصة بتحديد مستحقي السكن لضمان ذهاب السكنات لمستحقيها الحقيقيين وتطهير الملفات من كل المتحايلين وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبات الموضوعة بمصلحة دائرة تقدر بألاف حسب ما أكد ذو مصادر مطلعة بينما عدد السكنات لا يتوافق مع عدد الطلبات بدائرة عين الترك على غرار على غرار كل الدوائر بوهرات التي تضمن الآلاف طلبات مقابل وحدة سكنية محدودة كما شفتوا خوتي هذا الخبر خوتي خص ناس بوسفر قائمة عبوسفر وكذلك خوتي المرصى الكبير هذا الخبر اللي هو خوتي اللي معنا راح شوفوا خوتي الخبر الثاني واللي خص ناس قديل الخبر الثاني خوتي كما راح نشوفوا خوتي الناس قديل اللي همها الخبر اصحاب البياء توزيع اول حصة من البياء الجديدة في الفاتح نوفمبر راح يوزعها خوتي في الفاتح نوفمبر هذا خوتي راح نقر عليكم برق شوية استكملت اشغال انجاز خمسة وخمسين واحدة سكنية ترقوي مدعمة البياء بزيغتها الجديدة ببلدية اكديل والموكل انجازها لأحد المرفقين العقاريين المبرمجة تسليمها في الفاتح من نوفمبر المقبل اي في غضون عشرة ايام فقط وستكون هذه الحصة الاولى المسلمة وطنية في اطار تسجيل مشاريع ترقوي المدعمة بحصة جديدة لتكون ولاية وهران السباقة بتسليم هذه الحصة على مستوى الوطني في انتظار تسليم حصة اخرى اصبح الكثير منها قارب الاكتمال ومنها خمسين مسكن في مسرقين لضمنا عليها خوتيتة مسرقين بارة في مسرقين بالقرب من احياء عدل ومواقع اخرى متقدمة متقدمة الاشغال الحزب ما اكدته لنا مصادر مسؤولة من مديرية السكن للولاية من جهة اخرى اصبح عدد القوائم مستفيدين من عدد الحصص جاهزا فيما لا يزال بعض المواقعين بصدر الاستكمال يعني مزافهم شوية خدمة لاعدادها بالتنسيق مع الصندوق الوطني للسكن والمديريات ومديريات السكن التي تؤشر في ختام العملية على القوائم النهائية ليتم مشروع في تزديد المستحقات عملية التوزيع هذه ستكون خوتي بموقع المشروع وقد تم تحديد المستفيدين من هذه الحصة كما ان اشغال التهيئة الخارجية قد انتهت وقد قام مدير السكن شخصيا بزيارة الموقع المشروع قبل برمجة توزيع هذه السكنات التي ستكون بداية لتوزيع اخرى كما سبق الذكر لسيما وان الواري سعيد سعيد امر بالتعجيل في توزيع كل الحصة الجاهزة من السكنات وخاصة العمومي الايجاري او على الاقل المشاريع التي تزاوزت بها نسبة الاشغال 60 الى 70% كما امر بتعليق قوائم المستفيدين وعدم ترك المشاريع دون تحديد اصحابها وهو نفس الامر بالنسبة الى مشاريع صيغة التربوي المدعم التي تأخر تحريق قوائم المستفيدين منها وهو ما يتم في الوقت الحالي النظر فيه لتخطي هذه المرحلة باحسن النتائج خوتي كما شفت خديثة البياء الخبر هذا خوتي في بلدية تغزود تفرج عن قائمة 200 عمومي ايجاري خوتي مشور هذا بوسيطة جريدة الشعب يوم 23 10 2021 افرجت بلدية تغزود خوتي بولاية الوادي من القائمة النهائية لحسة 200 مستفيد من السكن العمومي الاجاري بعد استكمال اجراءات متعلقة بدراسة ملفات طالبي هذا النمط السكني تنفس المستفيدين من حسة العمومي الاجاري ببلدية تغزود السعادة بعد الافراج النهائي عن قائمة وطول انتظار للدفر بسكن يؤويهم ويبعدهم عن شبح الكراء وتبعد وتكبد مصاريفه وقام الدوان الترقية وتسهير اعقاري لولاية الوادي بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي لبلدية تغزود بعملية القراء الخاصة باختيار المساكن لحسة 200 مسكن عمومي ايجاري بالقاعة متعددة الرياضات سويداني محمد وذلك بحضور مستفيدين وعطارات من دوان والمجتمع الميداني والنائب البرنامج محمد الحافظ الديجاني المعنيون بهذا البرنامج السكني الاجتماعي استفادوا من الحصة بعد استكمال مراحل والاجراءات المتعلقة بدراسة الملفات وتقديم الطعون ومعالجتها ربط 100 مسكن بالغاز في قرية القداشي والدبيبي من جهة اخرى قامت مديرية التوزيع صناع الغاز بالوادي بوضع حيز الخدمة لمشروع الرابط بالضاقة الغازية لقريتين القداشي والدبيبي التابعين اقليميا لبلدية الرباح واستفاد منه اكثر من 100 مسكن عائلي وقال الحبيب مسلم مكلف بالعلام مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي للشعب بان هذه العمليات تضمنت انجاز اكثر من 13 كيلومتر طول شبكي وسمحت بدزويد اكثر من 100 مسكن بالضاقة الغازية يعني دالوا لهم الغاز ويدخل هذا المشروع الغازي الذي نفذته المقاطعة التقنية بالوادي حسب مسلم ضمن مشاريع الرط بالطاقة الغازية للمناطق النائية والمتكفل به من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بالولاية في السياق نفسه تقوم مديرية التوزيع بحملة تحسيسية لسكان منطقتين قداشي والدبيبي في إطار تعريف بالغاز الطبيعي وخصائصه وكيفية الاستعمال الآمن والتسليم للمعدات الغازية جادير بالذكر إن مديرية التوزيع الصونالغاز بالوادي قامت برب أكثر من 4200 مسكنا بالشبكة الكهربائية منذ بداية السنة الجارية 2021 وذلك ضمن عمليات التزويد الساكنة عبر مختلف مناطق الولاية بالطاقة خاطر ببرك عليكم وإن شاء الله ربي هنكم وهذا خاطر ستتلاق هذا المقال في الرابط في صندوق الوصف كما العاد قطب هذا عرف عمل الترحيل تاعة البناء القادمة الهشة على مدينة الوهران بعدد 500 سكن حاليا وحتى المدارس المنشأة أو تأمين المنشأة رهي عملية ورهي حاليا رهي الأولاد تاعة 500 عائلة اللي راهي تشغل هذا القطب في انتظار شغل القطب نظن بعد تقدير قبل نهاية هذا العام كما توعد به سيد الوالي لأنه كين ثلاث سكن تدخل في إطار حصة التنقيق بلدية بلدية وهران إذن كيف ثلاث عائلة بين الخمس آلاف اللي تم إشهار قائمة تاعة رح نجو هنا الثيلات يضاف إليها كل السكنات الأخرى في إطار الفيو باتي أو البناء الفوضوي تاعة رص العين اللي راح نجو هنا لتلال الإشكالية تاعة الطعون أنه في مجموعة من المواطنين اللي استفادوا بربعمية مسكن هناك في يعني سبعة وتمانين أو ثمانين مقصي وهادو تم إقصائهم في لجنة الطعون هم يعني قولوا باللباش حنا يعني من حقنا أننا نستفيد من السكن وأن إقصائنا يعني غير قانوني نطرقنا وقلنا باللباش لا يمكننا أن نقوم يعني بجمع لجنة الطعون مرة ثانية ودراسة طعن الطعن فهذا غير منطقي لأنه المرسوم الرئاسي مئة وثنين وربعين سيفر ثمانية واضح في هذا المجال وعليه وجب علينا أن نتقييد بطبيق القانون والذي يرى أنه لم ينصف من طرف الإدارة فما عليه إلا أن يتوجه يعني للقضاء من أجل يعني